يرجوه يدعم عرفة الغيب الحجاج طوالي أخذ حصا قلت لي أنت ما عدها خذ الحجاجة وقام يعد عدها سبع كم في يدي؟ قال هناك قال سبع حصايات عرف خذوا بالحجاج رمها خذ مني وقالوا كم؟ ما عد قال لا أعلم قال لماذا علمت الأولى ولم تعلم الثانية قال لأنك علمتها عده هو فعلمها وسواسك اللي هو القريب فأخبر وسواسي لذلك على فكرة الآن ستجيك اتصالات بعض الناس ستجي اتصالات من أحد الدول الأفريقية سلام عليكم مع كل حاج فلان لقد رأيت فيك رؤية وما دريش ثم يقول لك اسمك يعطيك معلومات عنك اسمك وش عندك وكذا كذا كذا ثم بعدين يقول أنت هذا اللي يسمع اللي ما عنده علم ينبهر يقول ترى رأيت رؤية عندك سحر سوف يهلكك وما دريش وهذا السحر لابد من حله لابد من بقرة تذبح يسحب منه فلوس هذا بس تقوله زي ما قال الرسول ابن صياد قصة ابن صياد معروفة قال اخسى فلن تعدوا قدرك قصة ابن صياد إنه ظهر ابن صياد رجل شبيه بالدجال في عهد النبي على السلام صفاته الشكلية عين مطموسة وعين ناتئة فقال الرسول قوموا إليه إن كان هو كفيتكمه إن كان هذا الدجال طلع في عهدي خلاص انتهنا منه فكان الأمة منه يعني ذهب إليه فالرسول عشان يختبر ابن صياد قال لقد خبأت لك خبأة في رواية خبيئة الرسول أضمر في نفسه صورة الدخان فقال أنه صورة الدخان أضمر الرسول في نفسه لما قابل قال لقد خبأت لك خبأة قال إنه الدخ هو طبعا نسترق الشياطين استرقت السمع فسمعت في الملأ الأعلى الدخان فالشياطان لقاطها وبيعطي لي تحته جا الشهاب تبنك الدخ طع ما كمل كلمة سبحانه ما قال الدخان عطل لي تحته عشان يوصلها الدخ جاء الشاب قصه فنقل دخ بس ونزل الدخ دخ 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 لين عند دصعيات قال الرسول له اخسى فلن تعدوا قدرك فإنما أنت من إخوان الكوهان عارف أنه نستعين بالجن والشياطين لذلك اللي يجيه اتصال مثل هؤلاء الكلام للي متابعونا إذا جاءكم اتصال من برة قوله بك يقول له ترا عارفك تراك مكشوف تراك تتعامل بالجن وتراك كاهن وتراك إنما أنت من إخوان الكوهان إذا ما سكره طب هؤلاء اللي بيسكرهم بعضهم إذا ما سكر نتسكر فوجه ولا تخاف بعض الناس يخاف لا تخاف بعض الناس يقول لا بيسوي لي سحر عرفني تطمنوا خذوا قاعدة امشوا عليها ما يستطيع الساحر أن يسحر إنسانا إلا بمواد مواد للمسحور أو مواد يعطي المسحور فهموها تطمن اللي يقول أصورتي ولا أخذ اسمي أبدا أقصى ما يستطيع أن يعرف أشياء عنك بس أما يقدر يسوي فيك ضرر يعمل لك سحر مستحيل ما يعمل السحر إلا بمواد إما المواد يأخذها آثار للمسحور يعمل أسلام من مشطه كما فعل مع رسول السلام الرسول شعر من لحيتي وأسلام من مشطه فيعمل على السحر آثار للمسحور ما استطاع توصل الآثار للمسحور يعطي مواد خبيثة للمسحور حتى يسحر وهو السحر المأكل أو المشروب أو المشروب تطمنوا ما منهم خوف هذا بس سك فجه الجو ولا تعطي وجه حدد ما هدد طز فيه لأن في بعض النساء وقعوا في ساعات بيستغلوا في الجانب الأخلاقي والمالي رسال الله بعض الذين بعض الدول العربية وبعض الدول خبثاء سمي نفسه الخبير المعالج الروحي هو ساحر يقول له حولي لي ارسلي صورتك ترى بأسحرك ترى بأسو فيك فيها من ضعف تحول بعضهم يقول له تعالي لي الدولة حقي عشان ينتهك العرض ولا حول كثير من الحالات تكلمني أنا وش يسوي قلت له شي بيسوي لي بيفعل لي لا السيولة طز فيه ما يقدر سوي لك شي أنت بس إلغي الحساب وإلغي المتابعة تكلمنيه غير راقبك فضلك يعني فانتبه ما منهم خوف مدام ما أخذ مواد لك أو ما يستطع يوصل لك مواد تطمن ما منه شرب يضرب العالم جزاك الله خير يا شيء والله على الفائدة الجميلة